حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مغبة التعايش الدولي مع فشل مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والاكتفاء بصيغين ومواقف سياسية لا تجد أذانا صاغية من الحكومة الإسرائيلية وطلبت الخارجات الفلسطينية بجرأة دولية تنسجم مع المواقف الدولية المعلنة التي تحذل من عمق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وتطالب بوقف العدوان وممارسة ضغط حقيقي على مجلس الأمن حتى يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف العدوان على الشعب الفلسطيني